بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة كوزين او مرازان اليوم اعجبت لكم الوصفة للبيتزا السائلة اللي صراحة كنعوض بها مرة مرة يعني للبيتزا العادية اللي غادينا نخمر العجين ونطلقوه ونقطعوه فحتها دي كتجي زوينة بسف بواحد طريقة لما كتخليها شجي معجنة اه غادي تعجبكم النوع بها في مائدة الافطار كيف كتشوفو هنا ممكن تديروها ميني بيتزا كيف ما ممكن تديروها اه بيتزا كبيرة بالحجم العائلي انا هادو درتهم في المول المول العاجيب ديك الصغير يعني نفس الطريقة غير هو كتدهنوا المول بسبدة وطرش وطقيق ونفس الطريقة كتبعو اللي غا نحط لكم ديال البيتزا بالحجم العائلي فكنتمنى الوصفة ديال اليوم تحجبكم وما تنسونيش لايك وتعليق وابقوا معايا الاخر الفيديو باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير بإذن الله بسم الله هنا غا نبدا معاكم بعناصر ديال الحشو عندي جوج علاب ديال تون علاب كبار عندي واحد الكيمياء من الفلافل الملوانة عندي الخضر او حمر او صفر مقطعين مكعبات صغرين انا كانوا عندي في المجمد ممكن تكتفيوا بلون واحد او جوج مشي مشكل وعندي لاصوس طومات لاصوس بولونيز انتما ممكن تديروا السلسة في الدار كنت اقترحت عليكم واحدة في الخلاط الكهربائي في الفيديو ديالبيتزا المرة الفيتا او اي نوع اخر كي توفر عندكم هنا عندي جوج بصلات متوسطة الحجم اللي قطعتها هكذا شنان فصار عندي واحد الكيمياء ديال زيتو الأخضر مقطع دوائر كيمياء من جبن موزاريلا محكوك وكذلك عندي الجبن الأحمر اللي نقدر نستعمله في جميع أنواع المعجنات موزاريلا وموزاريلا اول حاجة نديرها هي غناخد شوية ديت زيت ترتوف مقلات حتى تفيدوك البصل اللي مقطع وغنحاول نشحرها شوية مع الملح موزاريلا قليل جدا من اللي بزار وكذلك وحد شوية ديال الزعتر محكوك غير شوية باش تطعم ديال هم يجي شحر هنا على عافية متوسطة غنحاول نشحر هاد البصلح تضطح لي شوية وتدبال يعني تحرك ملاحاول نشحر لها اللي بازل لحاجة الوغنة م نشحر لها وبعدية تعالي تطعم لي شوية لعافية متوسطة غناخد حتى تضيع تطعم هاد الزعت فلافال نجد الحشوة تبرد جانبا ونرجع المقادير 250 جرام نصف كاس زيت العود علبة ياغورت زبادي طبيعي جوج بيضات كاس الحليب عجين بدرة التوم والباصر زعتر محكوك فلفل أسود ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة حبيبات ملح خمارة 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 عجين خمارة حليب ضع السكر خمارة خمارة نحن نضيف خمارة كونج خمارة نشيء اضفت الزيت و الملح و الياغورت نخلط العناصر حتى تنسج مني العناصر و الياغورت نضيف الضغط نضيف الضغط نضيف الضغط نضيف الضغط نضيف و الى الكمية نخلط العناصر نغطي البنات ونرتاح الربع ساعة نغطي البنات ونرشع معكم بعد 4 ساعة اخذت طاوة كبيرة نرشها بطقيق نحرك الطاوة ونحيد الفائد نحن نخلط الخليط نحن نخلط الخليط نحن نخلط الخليط نخلط الخليط نسلح بساعة نوقف الظلق شنقف الغاب يicanoثرة اخذص خليط نحن نبقى نضع طاوة رئيس النس Saturn نقلح Introduصي سوف نخرجها من الفرن خرج العجين من الفرن من فوق فقط نضيف طماط ونوزع البصلة الملونة نحاول نوزع بالتساوي نضيف طماط ونضيف طماط نضيف طماط ونضيف الطم ونضيف الطماط مع الملح نضيف الزيتون الأخضر نضيف كيميا من الجبن نضيف الزيتون الزيتون نضيف الزيتون نضيف الزيتون نضيف الزيتون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا رناية كرنة اشتركوا constant اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حاول هذه القطعة انا من قلبي لاحقنا الآن اشتركوا في بطاوة كبيرة اشتركوا في التعليقات اشتركوا في التعليقات مع السلامة